بسم الله الرحمن الرحيمي أعزائي المشاهدين السلام عليكم ونحمة الله وبركاته اسمحوا لي في البداية أفكر حضراتكم بكسة الراجل اللي راح اشتاكل الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأجل اللي بياخده مقابل العمل اللي بيعمله أقل من احتياجاته وأقل من مصاريفه وإنه عرض الموضوع ده على صاحب الشغل وصاحب الشغل قاله أنه ميقدرش يزوده أكتر من كده الرسول عليه الصلاة والسلام قاله روح قول للراجل اديني أقل وكل مرة يعني اتكررت الحكاية دي اكتر من مرة كل مرة الراجل يرجع للرسول يقول له مش مكافيني المبلغ مش مكافيني الرسول يقول له روح قل لي صاحب الشغل يدي لك اقل لغاية ما فترة من الفترات الراجل راح وبقال له فترة قبيرة ما رحش للرسول الرسول سأل عليه وجابه وسأله ايه ما جتنيش ليه قال له والله رسول الله ان المبلغ اللي ها وصلنا لاخر مرة اللي هو اقل حاجة المبلغ ده كفاني وزيت وانا كنت عايز اعرف القصة دي يعني ازاي مشيت كده يا رسول الله ازاي اقل حاجة كفتني فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ان انت اخدت حقك الاول كنت بتاخد اكتر من حقك ما كانش ربنا مبارك لك فيه اعزائي المشاهدين انا عايز اقول له حضراتكم حاجة احنا بننزل السوق نلاقي النهاردة بطاطس غالي لموم غالي الخيار من مبارع غالي البصل الابيض يعني بتده يزيد شوية الطماطم وصلت لمتين جنيه والكلام ده برضو فيه الفاكهة المنجا والتفاح والعينب وحاجات كتير هنتكلم عليها بعد شوية اللي بيحصل بالضبط ان احنا ساعت نصدم الفلاح طبعا فيه فرق بين الفلاح والتاجر والمعلم الفلاح احنا عارفينه اللي بيزرع والتاجر اللي هو بيتاجر بفلوسه بيشتريه وبيبيع بياخد الحاجة دي يحضيها للمعلم المعلم يا اما بيشتريها منه ويبيعها لحسابه او بيبيعه وبياخد عمله ما علينا احنا لما بننسل بنلاقي الحاجة غيرية حاجة من اتنين يا اما بنحسبن على ناس الله اعلم احنا بقى هقول لكم ظروف الحكاية بتغلى ازاي يا اما بيبقى فيه حد بيبقى ماشي مع القصة الاولانية واحنا بنقول للحد ده ان ربنا مش هيبارك لك الا في لما تاخد حقك البطاطس كلمنا على البطاطس الشيستوي الصيفي الحلقة اللي فاتت وقلنا ان البطاطس التقليع ابيس ب 14-15 والنوالة اللي هي تحت القش اقول لكم يعني ايه تحت القش حالا من 16-17 والتبريد ابتدى يشتغل شوية ونزل منه والسبونتات وصلت ل 18 اجني النوالة دي جماعة يعني التخزين تحت القش يعني اكوام يعني فرز يعني رش علشان سوسة ما تدخلش جوه ويتحط قش وبعدين الفلاح لما بيلاقي السوق يا دوبك ينزل فيه علشان يكسب من خلال التكاليف اللي هو عملها بيبتدي ينزل ده من سميه النوالة او تحت القش التبريد طبعا درجات حرارة وطلاجات وده بيبقى البطاطس اللي احنا بنقولها من شهر 7 لجاية شهر 11 بنيجي كده الاخر شهر 11 تقريبا بناخد من البطاطس المتجمدة في التلاجات اللي هي درجة حراراتها اللي بقى ساعت نشوف ايه البطاطس نشعة في الشوال بتاعها وكده وخلي بالكو برضو ان البطاطس عشان كده بنقول لكم ما دينفعش تتخزد في البيت اكتر من 10-15 يوم البطاطس عايزة درجة حرارة وتهوية وتقليب كويسين لازم يكونوا التهوية ايه كويسة ده حتى البطاطس لو في الشوال اللي احنا شايفينه قدامنا ده وخدت شوية هوا يخضر البطاطس قلنا قبل كده لو منبتها نشيل التنبيت بالسكينة ما فيش مشكلة لكن الاخضرار بيعمل مشكلة في الصحة تكلمنا كده على البطاطس وتكلمنا على اسعارها وعرفنا ليه البطاطس بتبقى غالية وخاصة ان احنا في قلنا في الحلقات اللي فاتت احنا استوردنا كميات من تقاوي البطاطس قليلة لكن ان شاء الله رب العالمين ان الكميات دي ترمينا يعني الفدان يرمي اكتر من عدد من الاطنان 22 وابتر من 22 طن علشان يكفينا وتقعد البطاطس لغاية شهر 15 لما يبقى التقليع الجديد من غير ما تغلى طبعا عدى اللمون علينا وادي كمان الخيار الخيار زي الفلفل عروات الزراعية بتبقى يعني مش بعيدة احنا في فاصل عروة عشان كده النهاردة الخيار ب17 و18 ودايما بقول لحضراتكم يعني ده مش هيطول كتير لكن الخيار البلدي ميته بتبقى كتير زي ما قلنا امبارح وده بيتبل بسرعة وخيار الصوب بتبقى المياه فيه قليلة حتى لازم نكون يعني في البيت عندنا وفي التلاجة لازم نحطه بعيدة عن المية ويعني فيه ناس بتلف كده الخيار بورق معين او فوط معينة وتخطوها وده شيء كويس جدا علشان ما يتبالش فيه التلاجة وما يتبالش عندنا في البيت روحنا عند البصل طبعا البصل كميات كبيرة مزروعة وبرضو نفس القصة اللي احنا قلناها في الاول لازم نفتكرها ما فيش حد ياخد اكتر من حقه برضو لان الناس اللي زرعت بصل كتير عشان السنة اللي فاتت البصل كان قريب من 50 جنيه ووسابه كمان ارض التوم ما زرعهاش توم عشان كده السنة دي التوم قليل في الاسواق انا بوضح لحضراتكو بقى السوق شكله ايه وانتو تعرفوا عشان كده من خلال اللي انا بقوله الاسعار ماشية ازاي لان كل دي حاجات مأثرة علينا احنا لما بننزل بنشوف ايه الحاجة وبنقول ان هي غيلية الطماطم الطماطم طبعا عروات الطماطم كتيرة والطماطم الوحشة خلاص والسوس خلاص انتهى من الطماطم الاصابات اه راحت البنجر اشتغل البنجر ده يعني على حدود مصر سبعة وعشرين اه كاريا اه اشتغل اللي بصر الناس حتى الخيار بقى لزبانينها لان هي كده يعني الا من رحمة رب يا جماعة احنا عايزين نخلي كل حاجة تمشي بطبعاتها نخط كده لحاجة واللي ايه يشتري اشتري واللي يبيع بياه واللي يلحق ياخد نصيبه وياخد رزقه عموما الطماطم النهاردة من مئة وعشرين لمئة وخمسين والطماطم النظيفة بمئتين جنيه الكلام ده قلناه قبل العيد ان الطماطم الوحشة والمصابة بسوس هتروح من السوق هيبقى فيه الطماطم اللي نزم من البنجرة تقعد معنا تقريبا كمان يمكن لشهر عشرة او شهر اه عشر الفاكهة جماعة الخوخ الخوخ والبرقوق والمشي والمشي يعني تقريبا مشوا من السوق احنا اتكلمنا على الخوخ كتير وجبنا الخوخ الديزر وجبنا كمان المنقط واسعار الخوخ من عشرين لخمسة وعشرين في انتظار طبعا النكترين والخوخ المبطط اللي هو الصيني المشي مش تقريبا ودع السوق التفاح تفاح الحمام غالي شوية لانه برضو بيستحمل درجات الحرارة اللي احنا قاعدين فيها دي البرقوق من تلاتين لخمسة وتلاتين وجبنا جميع انواع البرقوق السكاري والانجليزي والافريكانو والهوليو والسانتروزا جبنا السنة دي كل انواع البرقوق والتين طبعا برضو اتكلمنا على التينين من ياوه للنزر وبعد كده هنتكلم على تين الساحل والتين البحيرة اللي هو التين البرشومي الفاتح اما المنجة فالمنجة طبعا المسلم لسه طويل والسنة دي كمان يعني المنجة يعني هنمر بمراحل كتيرا فيها ادي خوخ سكري جبنا قبل كده في الحلقات جميع الخوخ كنت بمسكه جنب بعضه كده وبمسك الخوخ السكري جنب الخوخ الديزر جنب الخوخ النكترين وبنفرق بينهم وبين بعض ادي كمان العنب العنب البناتي باحجامه الزغيرة دايما يا جماعة العنب العنب الفاتح بتبقى يعني ارخص يعني نلاقي مثلا ايه فيه عنب حد يبيع عشان ما نحسبنش بقى على حد طبعا البلاك غالي لان البلاك ده عنب التصدير ادي البرقوق كمان البرقوق اللي هو خلاص كده البرقوق زي ما قلتلكم السكري والانجليزي خلاص ميشوا من السوق ده برقوق اسباني وطبعا احنا في الشتاء بنجيب كميع انواع الفاكهة منها البرقوق السوري واللبناني وبينجيب مرضو اه اسعار وانا بقول كده للناس اللي هيتابعونا ان شاء الله على سوق العبور اليوم وبرضو انا اتمنى ان انا يعني فكرة الموضوع والقصة اللي حكيتها لحضراتكو يعني اتمنى في التعليق اكون قدرت اوصلها لكو الناس اللي بتسأل على البرتقان اللي نزل بالورق بتاعه ده ده البرتقان هجماعة بيطلم مرة واحدة على الشجر في الفلاحين بيخلوا كميات كبيرة من البرتقان للصيف ده البرتقان الصيفي اللي بينزل بالورق بتاعه والشجر بتاع الراجل الفلاح بيتباهى ان ده برتقان بيبقى غالي وهو ده فكرة الفيديو النهاردة فيه برتقان زي كده مثلا ستة ستة ونص فيه الجملة ووصل في القطاع لعشر وخمستاشر جنيه في برتقان تاني هجبه لك حالا اثنين جنيه وتلاتة جنيه في الجملة ووصل لخمسة جنيه بس يبقى من حسبينش على حد نبقى عارفين من خلال الكلام اللي انا بقوله لحضراتكو ده ان البرتقان اللي راجع من الفرز اللي هو مخصول والمتنظف والله ما صلى على النبي اخد شمع ده اللي هو قدامنا ده راجع من المحطات غير الاولين وانا اخد واحدة من ده وارجعت مرة تانية للقطيع هو ده الفرق بين الزرع وبين بعضه عشان كده بنقول ان الزرع بيفرق في السعر اتمنى ان انا اكون وصلت لحضراتكو الفكرة اللي انا عايز اقولها لكم اللي هي يعني كل الناس الا من راح بربي محدش يغلي لان مش هيكفيك او مش هتاخد غير اللي هيكفيك وبرضو محدش حسب علشان فيه ظروف بتبقى اه مرة بيها الزرع بالنسبة للفاكهة والخضار والكلام ده لازم نبقى عارفينه علشان يعني تبقى نفوسنا مصمئنة ربنا يجعل لنفوسنا كلها اه مصمئنة شكرا اعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة